طبعاً السنة دي في عدد من المسلسلات الموجودة على كل القنوات المصرية لكن بعيداً عن أنه فيه أراء كتير أو فيه اختلافات كتيرة على المسلسلات وترتيب المسلسلات بالنسبة للناس على حسب أهميتها أو قيمتها لكن ما حدش يختلف على أنه مسلسل اختيار موجود في منطقة خاصة به وخاصةً زي ما قلت قبل كده أنه المسلسل مش مجرد حدودة بنتفرج عليها لكن أي حد بيشوف المسلسل حاسس أنه هو جزء من الأحداث لأنه عايش الأحداث دي في الحقيقة في بعض الحلقات اللي كانت مؤثرة جداً لأنها حكت مش بس أحداث حقيقية لكن كمان كنا بنشوف البطل الحقيقي سواء في صورة أو في فيديو أو في كلمة داخل المسلسل عايزة أرجع بحضراتكم للحلقة الثلاثة عشر هذه الحلقة اللي انتهت بمشهد لمجند بيختضن إرهابي بحزام ناسف على فكرة سمعنا عن هذه القصص البطولية كتير كتير حصلت في الفترة اللي فاتت داخل الجيش حضن الانتحاري اللي فجر نفسه علشان يفادي بقية الكتيبة اللي كانت موجودة معي يعني يفدي زملائه زي ما قلت هذا المشهد بيجسد مجموعة كبيرة من الوقاة الحقيقية اللي حصلت بالفعل لأبطال الصعقة لكن أقرب شخص أو شهيد أو بطل لهذه الحدوثة كان المجند محمد أيمن شويفة الملقب بمارد سيناء ابن محافظة دميات اللي استشهد في عام 2015 كان لسه ما كملش 21 سنة الشهيد التحق بالقوات المسلحة عام 2014 وانضم إلى سلاح السعقة بعد اكتياس كل الاختبارات اللي كانت خاصة به يمكن الوقاة الحقيقية مختلفة شوية بسيطة عن اللي جاء في المسلسل الشهيد شويقة كان في أحدى المدهمات ولمح عيشة بيسكن فيها مجموعة من الانتحاريين فتقدم نحو هذا المكان واحتضم بالفعل الإرهابي اللي كان مصخخ علشان يحمي زملائه علشان ما يقدرش هذا الإرهابي هذا الانتحاري إن هو يصل إلى زميله